طيب حطوا ملف كله ابيض ايه هو الابيض قطريين كانوا بيرهنوا على العلاقات مع السعودية والامارات والبحرين وهي سفيدوا من العلاقات فقدموا الملف بتاعهم هنعمل ايه هنعمل قطار ما بين قطر والسعودية لانه ما ينفعش تعمل في الدوحة قطار المحطات فين والقطر عربيات بتاعتها توصل اخيرها فين فما عندوش مكان للقطار فنقصوا القطار على البال متحرق خلصت قطر ما فيش زوحة القطار مش بسرعة عشرين كيلو ما فيش قطر فلازم يروح حتى اخرى فجنب السعودية في روح السعودية يروحوا عاد السعودية بلد كبيرة وعظيم وشعب عظيم ومساحة كبيرة جدا فنعمل يبقى فيه تعاون فقالك مع الاشقاء في المملكة هنعمل قطار سريع عشان ينقل ان هو كان معتمد ان الجمهور ما عندوش هو مكان فهيقعدوا في المملكة او في البحرين او في الامارات ونين ما فيش مشكلة خلاص نعمل ده ونعمل كمان ايضا مع دولة الامارات العربية الشقيقة نفس العكاية كله ده على الورق قالك ان احنا هنفتتح في اواخر في اواخر الفين وسبعتاشر فنادق ومش عارف ايه تاخد خمسة وتمانين الف كل اللي عملوه لحد دلوقتي وانا بتكلم حضراتكم دلوقتي تسعتاشر كل اللي عملوه خمسة وتلاتين الف غرفة من خمسة وتمانين الف كان لازم يخلاصه في السبعتاشر ما خلصوش هيعملو فيهم ايه كله ابيض يعني ملف فاشل ولكن تتحد المال يتحدث نعمل ايه تاني كانوا مقدمين هيعملو اتناشر ملعب هتعمل اتناشر ملعب فين ده انت لازم تشيل بيوت وتشيل قصر بتاعها تميم تشيلو عشان تعمل ملعب كانوا مقدمين كده الملف فنزل لتمانية بدل لتناشر ما مش عارف يعمل ايه فحصل المقاطعة العربية فبقت قطر النهاردة مش عارف تعمل ايه وتأتي سانداي تايمز الصحيف البريطانية الشهيرة النهاردة تفضح بلاتر والنظام القطري